أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لإستحيح عناصر الفرد الكتابي الأول النموذج الثاني الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية للسنة أولى باكالورية أداب الدورة الثانية برسم موسم الدراسي 2022-2023 بحول الله إذن نبدأ بالوضعية الاختبارية الأولى وهي الاشتغال بالوثائق التاريخية الوثيقة الأولى كما تلاحظوا عبارة عن نص تاريخي مضمونه فبمقتدى مرسومين سلطانيين صدر في عهد السلطان عبد المجيد الأول وهما خط شريف جولهانا 1839 والخط لهمايوني 1856 أعلن عن التنظيمات الخيرية وتعني إعادة التنظيم وتأثرت التنظيمات العثمانية تأثرا شديدا بقانون نابوليون والقانون الفرنسي في ظل الإمبراطورية الثانية فتحول الجيش والتعليم والإدارة والقضاء في أثناء فترة التنظيمات أي هنا التنظيمات الخيرية أو التنظيمات العثمانية في مرحلتها الأولى 1839-1876 تحولا جذريا من خلال علمانية أكثر راديكالية حيث جرى إلغاء الجيزية سنة 1856 ووضع نظام ثابت للجندية والضرائب يشمل السكان المسلمين وغير المسلمين وفي عام 1847 تشكلت لمحاكم المختلطة المدنية والجنائية وبقوانين الإثبات والإجراءات المستمدة من الممارسات التنفيذية الأوروبية بدلا من الممارسات الإسلامية المرجع الوثيقة الثانية هي عبارة عن لوحة تاريخية للسلطان عبد المجيد الأول الذي طبعا حاكم ما بين 1839-1861 بالنسبة للوثيقة الثالثة فهي عبارة عن نص تاريخي مضمونه كان الضغط الأوروبي المتمثل في رأسماليات توسعية وتنافسية تبحث عن أسواق ومناطق نفوذ يعمل جاهدا على الدفع بالحكومة العثمانية نحو إدخال إصلاحات مواكبة لهذا التوسع كالقانون التجاري مثلا إذ كان التحديث من جهة الرأسمالية الأوروبية وسيلة لتسهيل علاقات تبادل وتوسيع السوق الرأسمالية وحماية الجاليات الأجنبية ووكلاء التجارة المحليين ومنذ عام 1850 أجاز هذا القانون التجاري الجديد الذي تم عدده استنادا على النماذج الفرنسية التسليف أي الإقراض مقابل فائدة الربا وأدخل أشكال مشاركة لم يعرف القانون الإسلامي فكان صدوره على الرغم من اعتراضات العلماء الذين رأوا فيه انتقاصا من الشريعة بمثابة أول اعتراف رسمي في الدولة العثمانية بنظام القانون والقضاء المستقل عن العلماء والتعامل مع القضايا بصورة خارج نطاق الشريعة وكان ذلك يعني خروجا جذريا عن الممارسات العثمانية السابقة ونذيرا بقيام ثورة قانونية واجتماعية كاملة المرجعين إذن بعدما قرنا الوثائق الثلاث إذن مطلوب منا هو أن نجيب عن الأسئلة الآتية ولن أن نضع الوثائق في سياقها التاريخي إذا رجعنا طبعا هنا الوثيقة الأولى فزمنها يتعلق بالقرن التاسع عشر هنا مجموعة من التواريخ تحيل على القرن التاسع عشر كـ 1839 و 1847 وغيرها بنسبة المكان فهو الدولة العثمانية والإمبراطورية العثمانية والموضوع يتعلق أساسا بالتنظيمات العثمانية خاصة هنا التنظيمات الخيرية بمعنى المرحلة الأولى في الإصلاحات أو المحاولات الإصلاحية العثمانية التي دشناها سلطان عبد المجيد الأول بالنسبة للوثيقة الثانية طبعا فهي للسلطان عبد المجيد لوحة تظهر فترة الحكم وهي في القرن التاسع عشر للميلاد بالنسبة للوثيقة الثالثة والأخرة إطارها الزمني أيضا هو صريح يتعلق بالقرن التاسع عشر تنكين أنه إشارة الزمانية 1850 بالنسبة لما كان فهو الدولة العثمانية في علاقتها بالقوى الأوروبية والإمبرياليات والرأسماليات الأوروبية أما الموضوع فيتعلق بآثار أو عواقب يعني إصدار القانون التجاري على الدولة العثمانية من ناحية الاقتصادية إذا المنسبة للسياق دائما تقبل في إحدى الصيغتين إما المدمجة أو المفككة إذن فهو الزمان القرن التاسع عشر والمكان الإمبراطوري العثماني في تفاعل مع الإمبرياليات الأوروبية والموضوع هو مظاهر تنظيمات العثمانية وانعكاسات تدخلات الاقتصادية الأوروبية عليها بالنسبة للسؤال الموالي إذن المطلوب هو أن نشرح ما تحته خط شرحا تاريخيا إذن كان يتعلق الأمر في الوثيقة الأولى بالسلطان عبد المجيد طبعا هنا سلطان عبد المجيد إذا رجعنا منطق النص وأيضا الوثيقة الثانية فهو سلطان عثماني حكم بين 1839 و 1861 وفي فترة حكمته دشنت الدولة مجموعة من الإصلاحات نظيمات الخيرية فالمقصود بها هنا المحاولات الإصلاحية العثمانية في مرحلتها الأولى بين 1839 و 1876 إذن الجواب سيكون بهذه الكيفية المقتضبة ما يفيد طبعا هذه الصيغة إذن السلطان عبد المجيد هو أحد صلاطين الدولة العثمانية وعرف عهده بإدخال إصلاحات على الدولة في مواجهة ضغوط الاستعمارية أما التنظيمات الخيرية فهي المرحلة الأولى من المحاولات الإصلاحية العثمانية وشملت عصري السلطان عبد المجيد الأول والسلطان عبد العزيز الأول تحديدا بين 1839 إلى غاية 1876 بالنسبة للسؤال الموالي الثالث المطلوب هو أن نستخرج من الوثائق المعطيات الأتية أليف من الوثيقتين واحد وجوج مضاير تنظيمات العثمانية باء من الوثيقة ثلاثة من عكاسات ضغوط الاقتصادية الأوروبية على الإمبراطورية العثمانية إذن كنت حدثت على مضاير تنظيمات فالمقصود بها المحاولات الإصلاحية التي شملت طبعا في مرحلتها الأولى يعني محاولة إصلاح الجيش والتعليم والإدارة والقضاء وأيضا هنا إصدار كذلك أو إقامة أو تشكيل محاكم مختلطة التي كانت متخصصة في ما هو مدني وجنائي أيضا إصدار أو وضع نظام ثابت للجندية وكذلك الضرائب يشمل جميع الرعاية من المسلمين وغير المسلمين طبعا هذه الإصلاحات كانت في فترة السلطان عبد المجيد الأول إذن بالنسبة لعواقب الاقتصادية للتدخلات الأوروبية فالضغوط الأوروبية ازدادت على الدولة العثمانية فأدى ذلك أولا إلى زيادة وتهيل علاقة التبادل بين الدولة العثمانية والإمبريالية الأوروبية التي كانت طامعة في إضعافها واحتلالها ثم أيضا توسع أو توسيع السوق الرأسمالية داخل الدولة العثمانية وحماية الجالية الأجنبية وأيضا مكلاء التجارة المحليين نتيجة لإصدار هذا القانون التجاري الجديد وأيضا السماح بالمعاملات الربوية إذن فالجواب سيكون بهذه الصغة أو ما يفيدها إذن كما قلنا من مظاهر التنظيمات العثمانية إصدار مرسومين يتعلقان بإصلاح الجيش التعليم الإدارة والقضاء أيضا إرغاء الجيزية ثم وضع نظام ثابت للجندية والضرائب يجمل جميع الرعاية وتشكيل محاكم مختلطة بالنسبة لباء إذن فالجواب بهذه الكيفية وما يفيدها إذن ضغوط الاقتصادية الأوروبية للدولة العثمانية كانت لها انعكاسات تمثلت في تسهيل علاقة التبادل أيضا التغلغل الرأسمالي وحماية الجانبية الأجنبية وأيضا وكلاء التجارة المحليين لتسمح بالمعاملات الرباوية وكذلك إخضاع العلاقة التجارية للقوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية نمر بعدها للسؤال الرابع طبعا يتعلق بتركيب الفكرة الأساس للوثائق ثلاث وأن تكون فكرة يعني معبرة عن مضمونها إذن تتناول وثائق الثلاث الخطوط العريضة بمعنى أهم النقاط المتعلقة بالإصلاحات العثمانية وكذلك عكاسات تدخلات الاقتصادية الأوروبية للدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر للميلاد بالنسبة للسؤال الأخير إذن على خلاف الأسئلة السابقة إذن سنعتمد في الإجابة على رسيدنا المعرفي لإبراز الأسباب الخارجية المفسرة لفشل تنظيمات العثمانية بمعنى آخر إذن ما هي الأسباب الخارجية التي أدت إلى فشل تنظيمات العثمانية مع الربط بين الأفكار إذن يمكن أن نفسر فشل تنظيمات العثمانية بجملة من الأسباب لعل أبرزها يرتبط بالتحولة الرأسمالية الأوروبية إذن نزع أي اتجاه الرأسمالية الأوروبية نحولها يمنع العالم بما في ذلك محاولة تقسيم الإمبراطورية العثمانية إلى مناطق نفود وكذلك التحكم في مضيقين البوسفور والدردانيل كطريق ممر بحري تجاري أساسي بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وإرغام العثمانيين على فتح موانئهم في وجهة السفون الأوروبية وغزو كذلك الأسواق العثمانية نمر بعدها إلى الوضعية الثانية المتعلقة بتحرير الموضوع المقالي في الجغرافية نص الموضوع تعتبر ظاهرة تسحر من التحديات البيئية التي تواجه أكثر العالم العربي إذن المطلوب هو كتابة مقال جغرافي من مقدمة وطرح الإشكال العرض تحليلي وخاتمات تبرزنا فيها أولا في الفقرة الأولى تجلية ظاهرة التسحر في العالم العربي وفي الفقرة الثانية العوامل المفسرة لها إذن هنا التجليات المقصودة بها طبعا هي المظاهر إذن نص الموضوع ما يفيد هذه الصغة من ناحية المنهجية والشكلية والمعرفية إذن تصطدم دول العالم العربي بمشكلة تسعة رقع التسحر نتيجة عوامل مختلفة المبعد كانت طرح الإشكال في سواتين استفهمية مع الربط بين الأفكار وهنا كان فصله شيئا ما يعني في تجليات ومظاهر التسحر المتعلقة بالجانب المساحة لأن مساحة الأراضي المتسحرة في العالم العربي هي تعادل 68% من المساحة الإجمالية أيضا توسع رقع وأراضي واسعة في أطراف السحراء الإفريقية الكبرى إلى أراضي متسحرة كذلك نضوب العيون والأنهار والآبار والترمول تظاهر الحياة النباتية والحيونية وغيرها بالنسبة للفقرة الثانية إذن سنترقل الأسباب أو العوامل التي أدت أو تؤدي إلى تسع نتاق تسحر هناك الميز بالعوامل الطبيعية والبشرية إذن العوامل الطبيعية نشير إلى عامل المناخ وكذلك بحكم انتشار البيئات الجافة وشبل الجافة على معظم أراضي الدول العربية أيضا مشكلة الجفاف تأثير تغييرات المناخية شح التساقطات وغيرها بالنسبة للعوامل البشرية نركز على أثر الأنشطة البشرية على البيئة وعلى التربة وعلى الغطاء النباتي كالشتات الغطاء النباتي والرعي الجائر إفراط في استعمال المبيدات والأسميدة الكيموية إذن الإفراط في سقي الأراضي الزراعية الذي يؤدي إلى استنزاف التربة وتدهور طاقتها الإحيائية والإنتاجية إذن كخاتمة تبقى دول العربية أو الأقطار العربية مطالبة بتنسيق سياستها وتكثيف أيضا جهودها لمكافحة آفة التصحر لما لها من آثار سلبيع للتوازن البيئي وتحقيق الأمن الغذائي لذلك يمكن أن نطرحها السؤال على سبيل الختم وكامتداد إذن ما هي باقي التحديات التي تواجه العالم العربي إذن ختما أعزائي أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسها ونوفق في تبليغي مضامن عن ناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي تأسيلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوا لي في التعليقات حتى أتطلع عليها وأجيب عنها في حيني بحول الله ولقاكم في حصة قادمة من مشاءة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته